بسم الله الرحمن الرحيم سنن الوضوء من سنن الوضوء التسمية وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وقالوا لم يثبتوا في التسمية دليل يوجبها فتبقى على الاستحباب وبعضهم قال التسمية شرط لما ورد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومقتضى هذه الشرطية أنها لا تسقط سواء كانت عمدا أو سهوا أو نسيان والمقرر عند الحنابلة أنها تجب على الذاكر دون الناس فمن ذكر التسمية عند الوضوء وجبت عليه ومن غفل عنها أو نسيها فلا شيء عليه ووضوءه صحيح ومن السنن الوضوء غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء وكذلك البدء بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ومن السنن كذلك الاستنثار باليسار يدل على ما سبق من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمضة واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ومن السنن في الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لدليل وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما ومنع غير ومنع الصائم حتى لا يدخل شيئا من الماء الى جوفه فيفسد عليه صومه ومعنى المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق المبالغة في المضمضة هو ان يدير الماء في جميع الفم والمبالغة في الاستنشاق هو جذب الماء الى اقصر انف ثم اخراجه ومن سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق من كف واحدة لا يفصل بينهما فيأخذ غرفة من الاناء فيتمضمض بجزء ويستنشق بجزء لما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادخل يده فتمضمض واستنشق من كف واحدة ومن سنن الوضوء السواك ومحله عند المضمضة استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ومن السنن تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه حتى يصل الماء الى منابت الشعر ومن سنن الوضوء كذلك في مسح الرأس ان يبدأ بمقدمة الرأس الى اخر القفة ثم يعود الى المقدمة مرة اخرى لما ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر واما المسح الواجب في اه واما المسح الواجب في الرأس وهو ان يعمم اه رأسه بالمسح على اي صفة كانت من سنن الوضوء كذلك تخليل اصابع اليدين والرجلين ودلكهما لحديث اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وعن ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره ومن سنن الوضوء كذلك التيامن وهو البدء في الغسل باليمين من اليدين والرجلين فيبدأ باليمين قبل اليسار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعوله وطهوره وشأنه كله ومن سنن الوضوء الزيادة على الغسلة الواحدة الى ثلاث غسلات فالغسلة الواحدة واجبة والزيادة عليها الى ثلاث غسلات هذا سنة من سنن الوضوء سواء كان في الوجه او اليدين او الرجلين اما الرأس فمسحة واحدة فقط من سنن الوضوء كذلك عدم الاسراف في الماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد اليوم كثيرا من الناس يبالغ ويسرف في الماء بفتح البزابيز ويستهلك في الوضوء كميات كبيرة من الماء وهذا منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جاري من سنن الوضوء اسباغ الوضوء وهو أن تعطي كل عضو حقه في الغسل فلا يبقى منه شيء من سنن الوضوء الذكر بعد الفراغ من الوضوء فما من مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا رواه مسلم وغيره ورواه كذلك الترمذ وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطحرين من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعد الوضوء أن يصلي ركعتين بعد أن يتوضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال سمعت خشخشة نعلك في الجنة فماذا كنت تعمل قال يا رسول الله ما كنت أتوضى وضوءا أو أتطهر طهورا إلا أصلي ركعتين وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر